عادات كثيرة تبدلت مع تبدل الأوضاع الاقتصادية ففي مواسم الأعياد يرتفع الطلب على البزورات أما في هذا العام وبسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة انخفضت نسبة الطلب بحدود 70% مع وصول سعر كيلو الفسو الحلبي إلى حدود 400 ألف ليرة أما الكاجو فوصل لحدود 350 ألفا هلأ هال البضاعة خفت مبيعة 70% تقريبا يعني هلأ بس لقادر اللي عم بيقوا بالدولار المسافرين وهي كان اللي عم بيشتروا أكتر شي هلأ الموظفين نقطعوا معاش عم بيشتروا الموظفين فستق وبزردورة وكريكري وصيني أكتر شي يعني الصيني هلأ حطوهم محل قلبات يعني كان أكتر شي العالم من زمان تاخد كيلو مثلا أكسرا نص قلبات نص عادة يعني اللي عم تاخد مثلا نص صينة نص عادة يعني اللي قلبات بدلوهم مع الصينة قلبات خفت 80% تقريبا ميان أنا عم حطهم بالكياس ألا بعد ثلاثة سرجة يحطهم هم ما عموا فيه شوية على على قلبات بس أكتر شي بس بالخنين بالكياس كلماء يضلوا محافظوا على الجهود والطان بس يطلع الدولار وينزل بس يلعب لفوق بيوقف الشغل بس ينزل لتحت كمين بيوقف الشغل تحتار العالم شو بدا تاخد نسبة لهالبضاع الأسعار ما بتتغيرها موسم الأعياد بس على لعب الدولار يطلع الدولار وبتطلع البضاع بينزل الدولار بنزل البضاعات كيلو لقلبات 300 ومدري قد فأكتر شي الرقب يكون على ميال الشمس الكيلو بتسعين بيأخذ أهاك عشرين أبو عشرين أهلف أبو ثلاثين أهلف يعني على قد الواحد ما بتفاجأ بالأسعار لأنه أنا من طبيعتي بالأساس يعني هلأ جيت لعنده بقلو حط لي بمئة ألف بخمسين ألف كان شفتني ممكن ألأ أشتريت بزورات أشتريت كاجو هاك بعمل طبيعتي هاك يعني اللي بديها بدي أجيبه ما فيه يعني شو من كان من الضعف أوه بدي أستبدي بس الغرض اللي بدي أجيبه اللي بدي أجيبه ومتعودت يعني حتى بالنسبة للأولاد معوضين على النمط معي يعني يمكن تخف النسبة بس بدي أجيب بالنهاية أنا بشوف أنا جمالا يعني فوت عمطاري حكتير بنظر أنا هيك بس بلقي ناس يعني عم تشتري وبنخاف من عجز أنا بديع عليها أسعار غالية أسعار غالية ويمكن أنا مرتاح أكتر من غيري بس الناس بالنسبة للشراء متفاوتة فعلت دولار فعلته فيصح الوصف بأن القلوبات أصبحت نوعا من أنواع المجوهرات المحرم على الفقير في بلد بات معظم سكانه فقراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا